هذا النوع من الأحاديث التي تشرعن أقبح القبائح أنكر المنكرات وهي قتل الإنسان الضعيف جعل هذه الروايات وإسقاط هذه الأفعال الشنيعة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما من أجل تبييض وجه السفاكين المجرمين من خلفاء بني أمية ابتداء من معاوية إلى آخر خليفة من خلفاء بني أمية مروان الحمار معاوية معروف بأنه كان أيضا يقتل الأطفال ويدفن الناس أحياء يكفيه المجازر التي ارتكبها في اليمن كان هناك مشهد جدا فضيع وهو ذبح الأطفال على يد قائد جيشه بصر بن أرطأ الذي ذبح طفلين في حضن أمهما مسكوا طفل من قدمه أمام أمه وضربوا رأسه بالجدار تناثر دماغ الطفل صوروا هذا أنتوا تخيلوا هذا المنظر لطفل وشوفوا بعده هذا طبعا حصل في وقاعة الحرة على يد جيش يزيد يزيد بن معاوية؟ نعم هذا نموذج وأنا أعتقد بأنه كان السياسة مدروسة مخصودة من بني أمية لترعيب الناس ترهيب الناس للحكم بالحديد والنار دافع آخر كان عند حلفاء بني أمية في تزوير الدين في تدمير الدين في دفن الدين كما يقول معاوية دفنا دفنا الخط الإسرائيلي أيضا له دافع له مصلحة في جعل هذه الروايات لأنه نحن نجد قتل الأطفال ودبح الأطفال وقتل النساء موجود بكثرة في العهدين خصوصا في العهد الأول بالعشرات فأرادوا هؤلاء أن يقولوا بأن هذا الإسلام الذي جاء حالة من حالة حالة يعني نحن وياهم سوا طبعا هذه مسألة خطيرة جدا وهذه الروايات كان من نتائجها هو تشويه الإسلام تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم تلفير الناس من الدين من الإسلام وأيضا من نتائجها هناك من يعتمد على هذه الروايات من أجل أيضا أن يشرعن قتل الأطفال والنساء في زمان هذا